في مخيم الحسين يقطن أكثر من عشرة ألاف لاجئ فلسطيني هذا المخيم في وسط عمان تديره وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا استطاع المخيم خلال السنوات الماضية أن يندمج في محيطه ويصبح جزءا من النسيج المجتمعي الأردني حال المخيم ليس أفضل ممن هم حوله فالخدمات ضعيفة والأحوال الاقتصادية سيئة الخدمات تتعباني كمان نظافة وشغلات زي هي تطلع من زي من الشيء فيش لا اهتمام حتى على مستوى مرات المجارة بتنزل تقعد طول النهار نتصل وهذا يعني أدو بيجو يعملوها الأونروا تقدم للاجئين في المخيم الخدمة الصحية من خلال مركز واحد إضافة لخدمة التعليم للأطفال ضمن المراحل الابتدائية والأساسية وكانت تقدم سابقا طرودا تمونية بشكل شهري تعرف بالمؤن لكنها توقفت منذ زمن ضربة فاجعة راح تكون للمخيم أول شيء راح يتشرد ما لا يقل عن 3000 ل 4000 طالب من مدرسهم والرعاية الصحية راح تنحدر وخصوصا هي منحدرة أصلا في ظل الظروف اللي نعيشها في البلد حاليا الوضع الصحي راح يكون متدمر أكثر يعني الأهالي عن بلجأوا للعيادة الوكالة الغوث لأنه ما محهم تكاليف العلاج في المستشفيات الخاصة ولا في المستشفيات الحكومية بروح على الأنوروى الآن إذا توقفت هذه الخدمات راح تكون كارثة عليهم مؤن؟ لا مؤن ما فيش مؤن مؤن هذا ما مؤنفوا المؤن يعني مؤن ما فيه بس الأدوية ومحكمة فس الأنوروى تعاني من أزمة مالية خطرة وفي حال استمر عجزها المالي سيكون مستقبل اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات الشتات مجهولا قاتم اللون أمين سليم رؤيا